ربيع مجموعة جيدة من اللاعبين في التراجي الحقيقة أسماء كلها أسماء في منهل طبعا الصغير في السن في منهل المحترفين يعني آخر مبارال التراجي لعب أمان الله مميش في حراسة المرمى وأحد اللاعبين المميزين أو أحد حراسة المرمى المميزين عشرين سنة فقط أيضا محمد بن علي محمد أمين توجاي ياسيم مرياح محمد أمين بن حميدة في خط الوسط حسام طوقة غيلان الشعلالي وروجي أهولو وحسام الدين غشة وخط الهجوم يان ساسي ورودريجو رودريجز دي مجموعة أو المجموعة اللي دايما بيبدأ بيها ميجيل كاردوزو المدير الفني للتراجي هل من الممكن أن نرى تغيرا في التشكيل في مباراة يوم السبت بالنسبة للتراجي؟ التراجي طبعا واضح أن السنين الأخيرة عمل فرقة جديدة بروحة جديدة بشكل جديد بنظام جديد فني يعني ما بين الخبرات وبين الشباب اللي وارد في التغيير ممكن خروج لعيب لإصابة للإيقاف إنما أعتقد تثبيت التشكيل مهم جدا هو في الدوري مماشي أول دوقتي حوالي 6-7 سبيع تقريبا في الدوري قلنا الفترة الأخيرة أن أحواله الفنية يعني خلينا نعمله حساب فضل الله تعالى كويس قوي التراجي فطبيعي جدا المدير الفني يا كابتن السام أنه يثبت التشكيل المتاحته إلا لو ظروف وخاصة هو عارف مين اللي قدر بيقواجبين نادي الأهلي قدر واحد بالنسبة للتشكيل وبنسبة للتوظيف وبنسبة للسيناريوم بتاعه اللي أنجح به وحاول أخذ بيه اللي أنا عاوزه هو المدير الفني فعنده طريقة طبعا إذا كان بلع 4-3-4-2-3-1-4-4-4-2 سيثبتها ممكن يغير في الطريقة وارد وارد الأهلي لازم أنا لو قابل الأهلي حساباتي اكتبها بالورقة ولا لما بيدقها غير عادية لأنه باب الخبرات موجودة قدرات على الأرض الواقع فنية مش وخلاص فنية عنده حلول عنده 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 بيرجع في أي وقت بيقعارف طريق طريقش نفوز فين فطبيعي جدا أنا كابتن السام أنه هو الراجل أكيد أنه عنده سيناريو مجاهزه ما حفظه للعيبة هيحفظه للعيبة بإذن الله تعالى هيشتغلوا به في الماتش اللي في تونس ومعهم الجمهور طبعا وعمل الجمهور فكلها أمور للمدير الفني مع اللعيبة وأكيد أنه عنده سيناريو محفظه ومذكره للنادي الأهل يا كابتن السلام طبيعي جدا ومعه خلي بال حضرتك برضو معلش أن الفراء لا فيه روح جديدة فيه شكل جديد فيه نتائج جديدة فيه ثبات فيه ثبات في المستقبل فيه ثبات في النتائج فيه ثبات في الأداء ده برضو لازم نقرر به نعترف أن الفراء تتراجي برضو أعتقد أن المراتي فراء كويسة ولازم نعمل لها كل الحسابات الفنية اللعبة على الهجمات المرتدة أعتقد هي بتبقى طريقة صعبة جدا لأي فريق ما فوات أنا موصل وأبا بطل وعاوس كاس وطبيعي جدا السيناريو الهجومي اللي أنا لازم أشتغل به هل ينفع أن أنا أتحول طول المباراة أعتقد أنه هو السيناريو هجومي ولا هو بيدافع الأول وبعد كده بيهاجر مع أي لعيب دلوقتي كرة القدم تدافع وتهاجم هاجم وتدافع ما فقاش كرة القدم 11 لعيب من غير الكرة لازم يدفع من أول رأس حربة لوسط الملعب للسلاس الهجومي لوسط الملعب للدفاع أي لعيب النهاردة معهوش الكرة 11 لعيب واقفين عشان يدفعوا يدفعوا كل واحد في مركزه وفي مكانه إمتى الميل إمتى 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 حاجات كثيرة جدا السياسة طبيعي جدا ما بمسك الكرة في مدرب يا كابتن الإسلام يعتمد على 8 في لجوم في مدرب يعتمد على 7 في لجوم في مدرب يعتمد على 6 أفراد في لجوم قدرات اللي أنا عندي برشلونة إرجع بقى 10 سيين وكانوا بيعتمدوا على 8 اللعيبة بالكرة يدخلوا بها جول عشان يملك القدرات اللي ببضحش بها الكرة انت أهم شيء إن الكرة والتمرير بتضمن أنت بالنسبة لتحضيرك بيحضر من تلت الأولاني عشان أوصل بالهاج ما أوصل للمنافس مرمى المنافس عن طريق التلت الأولاني ولا عن طريق نص المالح ولا عن طريق كرة طويلة ده مهم جدا والسينار ده اللي حيفرق صح طبعا طبعا أنا من روجة نظري ما لعبش الأهلي بأن أنا أحضر من تلت الأولاني الأهلي يضغطني هيتعق كرة أنت بتلاعب لعبة كرة بتلاعب مهارة بتلاعب موهبة بتلاعب خبرات ممكن في لحظة الأهلي فأضغط نفسي في الثمنتاشر أعتقد أنه هو هيبتدي كده إهريتنا تمنى والأهلي في الضغط العالي طبيعي جدا هيعرف فتع كرة إزاي ترجمة نانسي قنقر